في الفيديو ده هنشرح لمعاية دقيقة واللي اسمها small intestine أو small bone بتبدأ لمعاية دقيقة من منطقة البيلورس الموجودة في المعدة وتنتهي عند الصنام اللي بيفصل ما بين لمعاية دقيقة واللمعاية الغليزة واللي اسمه اليوسيكالفال طول اللمعاية دقيقة حوالي من 6 إلى 7 متر وبتنقسم إلى 3 أجزاء الجزء الأول وهو اليسنى 10 واسمه ديودينم والجزء الأوسط هو الصائم واسمه جيودينم وجزء الأخير هو اللفائفي واسمه اليوم أول وقارب جزء من الأمعاية الدقيقة هي الإسنى 10 والتي تبدأ من منطقة في المعدة اسمها gastric bayloris الإسنى 10 بتدور حوالين رأس البنكرياس وبتكون شكل حرف الـ C وبالرغم من صغر حجم الإسنى 10 اللي إنها تنقسم إلى 4 أجزاء أول جزء اسمه first or superior portion وده بيشكل أول 5 سنتيمتر من الإسنى 10 وبيحتوي على جزء مخروط الشكل مهم اسمه ديودينال بالن بيتعلق في البطن بوسطة روبات اسمه هبتو ديودينال ليجامنت وده أشهر مكان بتحصل فيه القرحة الهضمية واللي هي بيبتيك ألسن الجزء التاني من الإسنى 10 هو السكند أو الديسسنينج بورشن وده بيشكل العشرة سنتي اللي بعد كده من الديودن وبيعبط الأسفل بمحاذاة الجانب الأيمن للعمود الفقري بالتحديد من أمام صورة الكليا اليومنى اللي هي زرارة رينالد هايلام القسم التاني ده بيحتوي على الأنبولة والفتر وبالتالي بيستابل العصارة الصفروية وعصارة البنكرياس تالت قسمه هو السيرد أو الهوريزينتال بورشن وده طوله حوالي 10 سنتيمتر وبيمر بشكل وفقي من قدام الفقرة القطنية الثالثة من الجانب الأيمن للجانب العيصر وبيمر أيضا من أمام الوريد الأجوة في السفلي اللي هو IVC وقدام الأورتا والانفيريور بيزينتريك أرتري وبيكون موجود قدامه السيبيريور بيزينتريك أرتري بعد كده هفضل آخر جزء وهو الفورس أو الاسسيندينج بورشن وده طوله حوالي 2 سنتيمتر بيصعد الأعلى على الجانب الأيصر من الأورطة تقريبا عند مستوى الفقرة القطنية الثانية فبيلتقي مع الجيجنام عند فلكشة باسمه ديدورو جيجنام فلكشور والفلكشور ده بيتثبت في مكانه بواسطة روباط اسمه لجامنت اف تريدز وده الباطن معلق بيتكوى من نسيق ضم موجود حوالي السيليك ترانك والكراسف زدايفراء والمكان ده بيحدد دخول الأمعاء الدقيقة إلى تجويف البريتونية الكافتي نيجي بعد كده للقسم الثاني من الأمعاء الدقيقة وهو الجيجنام وده بيكون طوله حوالي 2.5 متر يعني تقريبا 40% من إجمال طول الأمعاء الدقيقة الجيجنام بتشغل الجزء الأيصر العلو من البطن أو منطية السر اللي هي أمبيليكار ريجيوم داخل الجيجنام بيتم عمليات الهضم الكنيائي وعملية امتصاص العناصر الغذائية وأيضا الجيجنام بتحتوي على طياط أو سعاية دائرية الشكل اللي هي سيركولر فولدس وده السبب في ظهور الجيجنام كأنها مغطاة بالريش في فحوصات الأشعة المقطعية والرنين دهير إنها بتحتوي على أوعية دموية أكتر وأكثر سنكا من الإيليا نيجي بعد كده الآخر قسم من الأقسام الثلاثة للمعاية الدقيقة وهو الإيليا وده أكبر الأقسام الثلاثة وطوله حوالي ثلاثة ونصف متر يعني تقريباً ستين في المية من إجمال الطول للمعاية الدقيقة وتقع الإيليا في الجانب الأيمن السفلي من البطن داخل الإيليا بيتحد فيتامين بي 12 مع العنصر الرئيسي اللي بتنتجه المعدة علشان يتم امتصاصه في نهاية الإيليا وفيتامين بيت نشر هو فيتامين مهم لتكوين خلايا الدم الحمرة ومهم برضو لوظائف الجهاز العصبي حلقات الإيليا بتنتهي عند صمام اسمه إيليو سيكام فالف وده عضلة بتتحكم في تضفك المواد من الإيليا إلى سيكام اللي هي أول أجزاء للمعاية الغريزة وأخيراً جميع أقسام للمعاية الدقيقة بتستابل الدم من تفرعات السيبيريوم ميزينتريك آر تري وبتفرغ الدم الوريد داخل تفرعات السيبيريوم ميزينتريك فيل الأمعاء الغليزة أو ما تسمى large intestine أو large bowel موجودة أسفل المعدة والكبد كتر الأمعاء الغليزة بيكون أكبر وقدرها بيكون أهل في السمك من الأمعاء الضقيقة وطولها بيكون حوالي متر ونص بتبدأ من الإيليو سيكال جونكشن لحد الإينس اللي هي فتحة الشرق العضلة الطولية الموجودة على السطح الخارج للأمعاء الغليزة بتشكل ثلاث أحزمة أو أشريطة سميكة اسمها تينيا كولاي يعني الأحزمة الكولونية الأحزمة دي بتخلي السيكم والكولون عبارة عن سلسلة من الطياط على شكل الأكياس اسمها هسترا يعني القبيبات وبرضو بيكون موجود على السطح الخارجي للأمعاء الغليزة أكياس صغيرة ممتلعة بالدهون الأكياس دي اسمها إبيبلوية كابينديجز اللارج انتستين بتنقسم إلى ثلاث أقصام الكسم الأول وهو السيكم والكسم الثاني هو الكولون والكسم الثالث هو الريكتم نبدأ بأول كسم وهو السيكم وده الكسم الأول والأعرف في الأمعاء الغليزة وهو عبارة عن جزء شبع الكيس طوله حوالي 7 سنتيمتر وبيحتوي على صمام اسمه اليوسيكل فالب وده عضلة عصيرة بتمنع رجوع النواد الغذائية تاني إلى الأمعاء الضقيقة والسيكم أيضا بيحتوي على الفيرم فورما أبينديكس اللي هي الزايدة الدودية واللي بتكون متصلة بالسطح الخلفي على الجانب الداخلي للسيكم طاني كسم الأمعاء الغليزة وهو الكولون وهو أكبر أقصام الأمعاء الغليزة وينقسم إلى أربع أجزاء الجزء الأول هو الاسسندينج كولون والجزء الثاني هو الترانزفيرس كولون والجزء الثالث هو الديسندينج كولون والجزء الرابع هو السيجموية كولون أول أجزاء الكولون وهو الاسسندينج وبيبدأ من عند السيكم بيسعد لأعلى في الجانب الأيمن من البطن لحد ما يصل إلى الكبد بعد كده بيتجه للإصار فبيكون تانية اسمها Right Colic Flicture أو Hippatic Flicture ال Hippatic Flicture هي بداية الجزء الثاني من الكولون وهو الترانزفيرسو كولون والترانزفيرسو كولون بيمر بشكل أفقي من اليمين إلى الإصار خلال الجزء الأمامي من البطن لحد ما يصل إلى الطحال بعد كده بيتجه لأسفل فبيكون تانية اسمها Left Colic Flicture أو Splinic Flicture الترانزفيرسي كولون هو أكبر أجزاء الكولون وبيكون متواجد داخل البروتينيال كافتي وهو أكثر الأجزاء حركة علشان كده بيختلف في مكانه من شخص للتاني اختلاف بسيط مش كبير الاسبلينيك فليكشار بتكون بداية الجزء الثالث من الكولون وهو الدسيندينج كولون الدسيندينج كولون بيابط الأسفل بمحاذات الجانب الأيصر للبطن لحد ما يصل إلى الحوض بالتحديد إلى الإلياك فصة بعد كده بينحنع علشان يبقى على شكل حرف الاس وهنا بيبقى آخر جزء من أجزاء الكولون وهو السيجمويت كولون واللي بيمر من خلف المسانة لحد ما ينتهي مع بداية المستقيم واللي هو ريكتم الريكتم هو آخر قسم من العمعاء الغليزة طوله حوالي 15 سنتيمتر مع هبوط الريكتم الأسفل بيضيء في القطر لحد ما يصبح قناة اللي هي القناة الشراجية واللي سماعة إينا الكنال واللي بتنتهي بفتحة الشراج اللي هي إيناس التلت العلوي من الريكتم اسمه ريكتل أمبولا ودي منطقة مطاطية قابلة للتمدد بشكل كبير علشان يتجمع فيها الفضلات البرازية لحين إخراجها الإينا الكنال هي أبعد أجزاء الريكتم وبتحتوي على طيات طولية الشكل اسمها الريكتل أو إينا الكولومنس وآخر حاجة ويالإيناس ودي نقطة خروج الفضلات بتحتوي على طبع عضلية داعرية من الداخل اسمها إنترنال إيناس فينكتر ودي عضلة غير إرادية وبتحتوي على العضلة تانية خارجية إرادية اسمها إكسترنال إيناس فينكتر وبكده نبقى حوصنا الفيديو الخاص بلمعات دقيقة والغليزة لا تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين اشتركوا في القناة